السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ببلش بهذا الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو بدنا ان نحكي عن طريقة مضمونة مية بالمية لحتى نرفع صوت هاتفنا الاندرويد مهما كان نوعه. نعم طريقة مضمونة مية بالمية وانا جربتها واستفدت منها. بتمكننا من انه نرفع الصوت هاتفنا طبعا بدون روت. طبعا الى مستوى عالي. رح نرفع الصوت الى مستوى عالي. يعني انا هاتفية اللي بستخدمه صوته اوي. ولكن احيانا قد افتح مقاطع يوتيوب بلاقي مقاطع صوته ضعيف. فباستخدم هاي الطريقة. رح يضاعف الصوت ورح يصير الصوت بيوصل الى يعني الغرف البعيدة في المنزل. الطريقة مجربة وسهلة وبسيطة جدا لكل الاجهزة. لا تعرفوا كيف? ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم من جديد. متل ما ذكرت رح اشرح لكم هلا اسهل طريقة لحتى نحنا نرفع صوت هاتفنا الاندرويد الى مستوى عالي جدا. ونحنا بنتحكم بهذا المستوى ايضا. طبعا الخطوة متل ما ذكرنا بسيطة وما بتحتاج الى روت على جميع اجهزة الاندرويد. سواء يعني السامسونج او هواوي او شاومي او انفي نكس او غيرها. طبعا ابل ما تابع شرح الخطوة بتمنى منكم دعم لقناتي هاي لحتى توصل الى المليون مشترك. نعم انا هدفي هلا هو الوصول بهذه القناة الى المليون مشترك. لهيك اخي بتمنى منك انك تكون انت من بين الاشخاص يلي ساعدوني لحتى اوصل الى المليون مشترك. بتمنى ايضا انه تفعلوا زر الجرس. طبعا الطريقة اللي نحنا رح نعتمد عليها في رفع الصوت الهاتف اه هي بتعتمد على تنزيل هذا البرنامج البسيط من متجر جوجل او انا رح اترك رابطه اسفل الفيديو بتلاقوه على قناتي التليجرام او موقعي الكتروني. طبعا اه هذا البرنامج يعني اسمه متكلم المحسن المحسن. طبعا البرنامج بعد ما دخله احفوط عليه. طبعا رح انتظر هيك لحتى يتم التفعيل. تفعيل البرنامج. طبعا اه رح تطلع لي هاي الواجهة. اه ورح يطلع لي فوق بالاعلى يعني التعزيز قيد الايقاف. انا رح اضغط هون على بدء تجريبي. طبعا رح يطلب مني هو انه بطاقة اه بنك او بطاقة اه اي شيء. احنا رح نطلع. رح نطلع نقبل زر الهوم. يعني نحنا رح نزل لوحة الاشعارات. طبعا اه التعزيز قيد الايقاف بضغط عليها. فرح يبدأ بتشغيل التطبيق. طبعا رح يعرض لي اعلان اذا كنت متصل بالانترنت. بسكرو. ضغط على اشارة اكس. طبعا هون رح يعطيني تحزير انه يمكن يؤدي تشغيل الصوت بمستوى عالي الى تلف السماعات. احنا هون رح نضغط على حسنا. مثل ملاحظين هذا البرنامج. مثل ملاحظين هون عندي انا هذا الخط تعزيز. انتبهوا لا ترفعوا على الاخر. يعني انتو جربوا. مثلا افتحوا مقطع يوتيوب. افتحوا هيك. اذا كان نايس يعني انا بسمع على اليوتيوب. اذا كان الصوت ضعيف برفعها شوي تاني. برفعها. لحتى ما اتفاجع بلاف السوت. لانه رح يحطي صوت اوي جدا بدا. يعني ملاحظين يعني. يعني انا هذا وفر. طيب انا ازا اه رفعت الى الاخر. طبعا انا ما فين ارفع الاخر. خاف المقطع يكون صوته اوي. فيتلف سماعة الهاتف. انا ما بجرب على الصوت العامل. يعني مثل ملاحظة على الصوت. طبعا الان هي سمعان. ولكن انا جربته وعلى مسئوليتي رح تستفيدوا منه كتير كتير. جربوا اول شي على العشرة. وازا كانوا الصوت نايس ارفعوا. ولكن لا ترفعوا للاخير. الا في حالات الصوت ضعيف جدا. طبعا رح يرفع كل صوت الهاتف. وليس فقط اليوتيوب. كل شيء الهاتف كله. يعني وين ما اطلقنا الصوت اصبح قوي. اتمنى ان يكون افادكم هذا الفيديو.